زيد معرف أن يربط بالسلاسل في يديه ورجليه وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع الأقوال وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء إذن ليقيدوك ليحبسوك يعني القيد أو الحبس وهذا يشمل وقال سنيد عن حجاج من هو سنيد من هو سنيد يعني الحسين بن داود ضايف سنيد هو الحسين بن داود وهو ضايف وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول لما اتمروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب هل تدري ما اتمروا بك قال يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني فقال من أخبرك بهذا قال ربي قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا قال أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي هذا الحديث ضعيف وسبب ضعفه سنيد وهو الحسين بن داود وصيأتي أن الحافظ استغرب أو استغرب ذكر أبي طالب وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوسواس عندكم البصري أو المصري البصري طيب انظر أهو من رجال التقريب لنا هكذا محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوسواس قال أخبرنا عبد المجيد ابن أبي داود عن ابن جريج ويعرف هذا أيضا مثل سير ابن جرير موجود عن عطا عن عبيد بن عمير عن المطلب ابن أبي وداع أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمر بك قومك قال يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني فقال من أخبرك بهذا قال ربي قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا قال أنا أستوصي به بل هو يستوصي به قال فنزلت وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك قال رحمه الله الآية وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر بل منكر لأن هذه الآية لأن هذه الآية مدنية ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الاعتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سوا وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال وحدثني الكلبي عن باذا مولى أم هانه عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ودار الندوة هي دار القصي بن الكلاب سميت بذلك لأنهم كانوا ينادون فيها أو ينادون فيها اجتمعون للمشاورة قال فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له من أنت قال شيخ من أهل نجد سمعت أنكم واجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعديمكم رأي ونصحي ومن أهل نجد أنهم كانوا مشهورين بالرزانة والعقل والرأي قالوا أجل أدخل فدخل معهم فقال فقال انظروا في شأن هذا الرجل والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون ريب المنون الموت نعم أو الجنون قال حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة زهير بن أبي سلمى وكان من كبار الشعراء والنابغة هو زياد بن معاوية الذبياني وكان من أحسن شعراء العرب إنما هو كأحدهم قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قالوا صدق الشيخ فانظروا في غير هذا قال قائل منهم أخرجوه من بين أظهوركم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لي يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم قالوا صدق والله فانظروا رأي غير هذا قال فقال أبو جهل لعنه الله والله لأشيرن عليكم برأيي ما أراكم أبصرتموه بعدما رأى غيره قالوا وماه قال بعدما رأى غيره قالوا وماه قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا النهد القوي الرخم وسيطا أي حسيبا الوسط أي الجيد نعم كنت وكذلك جعلناكم أمة وسط أفضل ليس الوسط الذي بين الطرفين قال ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما قاطعا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبل العقل العقل الدية واسترحنا وقطعنا عنه أذا قال فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره قال فتفرق على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم فلم يبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة وأدن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال قال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله هو الله خير الماكرين وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمع عليه من الرأي لكن هذا ضايف و في سنده ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس وقد عنعن طيب هنا قال لأن القصة ملفقة ولكن يتقوى بالمرسل الذي يليه قال رحمه الله تعالى وعن السد نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وكذار والعوفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد ومقسم وغير واحد نحو ذلك وهذه الروايات قال اخرجها الطبري وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا جتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعلا ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأخشيناهم فهم لا يبصرون طيب يعني هذا مرسل السدي بينه وبين هذه الحادثة مفاوز وقال الحافظ أبو بكر البيهقي روية عن عكريمة ما يؤكد هذا وقد روى ابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك يا بني قالت يا أبتي وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك قال يا بني اتيني بوضوه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا فطأطأ رؤوسا وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قفضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهة الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصات من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى قال وقال لإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني عثمان الجزري عن مقسم مولى بن عباس أخبره ابن عباس في قوله وإذ يمكر بك الآية قال تشاورت قريش الليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل يقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علي يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علي رد الله تعالى مكره فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري قال فاقتصوا أثرة أي تتبعوا فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فراءوا على بابه نسجل عن كبوت فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسجل عن كبوت على بابه فمكذ فيه ثلاث ليال نعم يعني هذا فيه ضعف وإن كان الحافظ ابن كثير حسن سنده وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم طيب إلهنا بارك الله ترجمة نانسي قنقر